الخط العربي ليس مجرد أحرف تكتب بل هو أساس العلم الدنيوي والسماوي فالألف راية للعلم وانتصاره على الجهل واللام لإقامة العدل ونفي الظلم مفاهيم يتحدث عنها رشيد بط خطات باكستان الرجل الذي أمضى 72 عاما من عمره يشيد أبنية ثابتة من لوحاته الفنية للخط العربي والنابعة من القرآن وأقوال الرسول والصحابة الكرام نتيجة تجربتي معجزة معجزة بكل ما للكلمة من معنى فأنا كنت أعمل في الثمانينيات والتسعينيات والعجب أن 95% من مشتري لوحاتي هم من غير المسلمين لوحات خطات باكستان ذات الشهرة العالمية تعتبر هذه لوحة الله أشهرها وهي اللوحة التي جمع فيها كل الآيات القرآنية التي تحوي لفظ الجلالة الله وامتنع عن بيعها بعد أن تقدم مشتر أمريكي بمبلغ 100 ألف دولار للحصول عليها معتبرا إياها كنزا أهداه إياه الخالق وهو لا يقدر بثمن رسالتي إلى الجيل الشاب هي مقاله علي بن أبي طالب وهي مقولته الشهيرة أكرموا أولادكم بالكتابة فإن الكتابة من أهم الأمور ورغم تجاوز خطات باكستان عامه الثاني والسبعين إلا أنه ما يزال يمارس فنون الخط كذلك فهو يعمل على تعليم أسرار هذه الفنون لأحفاده معتبرا الخطة العربية سر قوة المسلمين ووحدتهم فلابد من بقاء فنونه حية ما بقي النون والقلم وما يسطرون الخط العربي ليس مجرد حروف تكتب بل هو تراث أمة محفوظ في هذه الأحرف بما تحمله من تاريخ وعلوم وثقافة عربية وإسلامية بكر يونس إسلام أباد الميدين